السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات تانية إعدادي أهلا بكم فيديو النهاردة النهاردة بنعمل براكتس على سؤال الديالوج اللي هو هيجي لنا في امتحان شهر أكتوبر بعض الإدارات التعليمية هيجيبوا الديالوج كسؤال أساسي في امتحان أكتوبر فعشان كده احنا بنركز على هذا السؤال خاصة طبعا من الوحدة رقم واحد والوحدة رقم تو يونت one and two فيلا بينا لأول ديالوج معنا بيقول لي يا شباب لازم نقرأ راس المحادثة الأول ولازم برضو نقرأ المحادثة كل لها الأول قبل ما نحل أي حاجة طيب بيقول لي ayman is asking أشرف about his life دائما هتلاقي ask أو asking يا جماعة في رأس السؤال ask أو asking معناها يسأل يبقى ayman بيسأل أشرف about his life يعني عن حياته أي من بيقول ايه hi أشرف do you live in a block of flat هل انت عايش أو هل انت بتسكن in a block of flat ممكن يقول له ايه yes i do طالما السؤال بادئ بدو يعني هل يبقى الإجابة ممكن اقول yes أو no هنا هنقول yes yes i do عندك do تنزل هنا ايه do طيب سؤال كمان بقى إجابته بتقول I usually play computer games أنا عادة بلعب ألعاب كمبيوتر يبقى إيه السؤال المناسب السؤال المناسب هنا يا جماعة ممكن يكون ماذا تفعل في وقت فراغك طيب يعني إيه بقى ماذا طبعا أنا تبقى what بعد what يا شباب لازم أحط فعل المساعد الفعل المساعد بيجي على حسب زمن الجملة I usually play دي زمن مضارع بسيط مضارع يبقى what do طالما المضارع نقول do يبقى what do you do in your free time بعد كده يا شباب في سؤال جاهز عندنا بيقول what games ما هي الألعاب do you usually play اللي انت عادة بتلعبها on the computer من إحدى الألعاب اللي عادة الكمبيوتر لعبة الكوتشينا اسمها cards يبقى ممكن نقول I play cards بعد كده يا شباب do you like playing football طبعا احنا جلنا دو قبل كده اهو وهنا برضو بيتكرر نفس السؤال اللي بيبدأ بدو يعني طبعا دو يعني هل do you like playing football هل انت بتحب تلعب فوتبول اللي إجابة هتكون yes I do آخر نقطة عندنا عبارة عن سؤال مش عارفينه وإجابته my favorite footballer is موسى لاح لعيب كورت القدم المفضل ليه هو محمد صلاح يبقى السؤال هيكون ايه يا شباب من هو لعيب كورت القدم المفضل بتاعك هنا يا جماعة من الأخطاء الشعاع ان الطالب بيقول بيبدأ السؤال لا طبعا محمد صلاح ده عاقل يبقى لازم نبدأ بايه بهو مش نبدأ بوات طبعا هو هتحتاج وراها فعل هنا مساعد اللي هيطلع فيه السؤال دوة إزا هي يا شباب يبقى هو هنقول هو الماي هتبقى يور يبقى هو يور بكده يا شباب تكون المحادسة خلصت ويلا بينا على محادسة وزي ما تعودنا الشباب لازم نقرأ راس السؤال علي سجستس جوينج تو ارسترانت معنى سجستس يعني يقترح علي بيقترح الزهاب الى مطعم علي بيقول ده مطعم كويس ده اسلوب اقتراح بمعنى هل ممكن ناكل في المحل ده يعني يا حسن هنا حسن باي هرد عليه هيقوله ايه؟ طبعا الرد على الاقتراح هيبقى ذات سأجود اي دية لو اه الاجابة احنا عاوزينها بيء الموافقة يبقى ذات سأجود اي دية نخلي بالنا يا شباب ان هنا في الحوار دخل واحد كمان غير عالي وحسن اه ويتت يعني الجرسون الجرسون انشغال في المطعم الجرسون بيقول طبعا هما دخلوا بقى ايه؟ فالجرسون بيقول مسائل خير يا فهندم فهيسأل بقى سؤال اجابته احنا نود ان احنا نقعد بجوار الشباك يبقى السؤال من الجرسون ليهم تحبوا تعودوا فين؟ يعني اين تحبوا ان تجلسوا يبقى نبدأ باين اللي هي ايه؟ طيب الفعل المساعد هنا يا شباب هيبقى يلا نفك الابوستروف مع الدي يبقى يبقى بعد كده سؤال كمان من الجرسون بيقول هل انتم مستعدي بقى ان كنتوا ايه؟ تطلبوا حسن هيسأل سؤال اجابته من الويتر طالما في اجابة بدأ بياس يا شباب يبقى لازم ابدأ بفعل مساعد الفعل مساعد ممكن يكون قدام عينيك مكتوب we've got لازم دايما يا جماعة نفك الابوستروف ديت دي اسمها we have يبقى السؤال هنا هندقى بhave يبقى have you ورح مكمل للاخر خالص لان الاجابة فيها yes يبقى زي ما احنا شايفين يا شباب have you got fish and يفضل في سؤال تتحول لor هل انتم عندكم سمك او اا chicken with rice اللي قدامنا دي chicken with rice هيقول له ايه في الاجابة زي ما شايفين قدامكم yes we have got fish and we've got chicken with rice طيب اا علي هيقول جملة بعد الكلام ده هنا طبعا علي هيطلب بقى الاكل اللي هو عايزه okay would like fish and rice ممكن نزود please خلاص حاضر وهو كذلك احنا بنحب fish and rice الويتر بقى بيسأل عن الشرب بقى المشروب would you like to have a drink هل تحبوا تشربوا مشروب هل تحبوا ان تتناولوا مشروب اا طبعا ممكن نقول في الاجابة yes we would like وتقول بقى اي مشروب would like some juice please زي ما احنا شايفين يا شباب هنقول yes would like would like some juice please عايز تقول orange juice apple juice اي نوع من الجوز ما فيش مشكلة بكده تكون المحاتسة خلصت ويلا بينا على محاتسة المحاتسة دي يا شباب من اسهل المحاتسات اا لازم نقرأ برضو راسل السؤال بقول لي ياسر and honey are talking about sports ياسر وهاني بيتكلموا عن sports يعني الرياضات ياسر بيقول do you like doing sports هل تحب ممارسة الرياضة طبعا بدء بdo يبقى yes i do بعد كده ياسر هيسأل سؤال هاني هيرد عليه ويقول i like judo انا بحب اي رياضة الجودو يبقى ياسر سؤاله هيبقى ما الرياضة اللي انت بتحبها يبقى what sport do ايش معنى do لان like في المدارع البسيط يبقى what sport do you like what sport do you like بعد كده كمان سؤال الاجابة بتاعته i practice it in the club انا امارسها في النادي يبقى ازا السؤال هيبقى عن المكان لان عندي in the club يبقى where where يعني اين المساعد بتاعنا برضه هيبقى do علشان practice في المدارع البسيط يبقى where do you i بتحاول you يا شباب where do you practice it بس كده السؤال بعد كده يا شباب بادئ ب is برضو is يعني هل اي سؤال يبدأ بفعل المساعدة يبقى هل اجابته ب yes or no is it easy هل من السهل to practice it هل من السهل ممارسة هذه الرياضة يعني طبعا نقول له yes it طبعا انت عندك از في الاول فحنا بنعكس ال is مع the it تيبقى yes it is اخر حاجة عندنا ياسر بيقول well حسنا can i come to the club with you هل ممكن انا اقدر اجي الندم معاك هيقول له ايه yes you طبعا الا i ديت هتتقل بل you تيبقى yes you can هنعكس can مع i يبقى yes you can ويلا بينا على محادثة كمان a man is talking to nada at school ايمان بتتكلم مع نادا في المدرسة ايمان بتقول hi nada how are you طبعا نادا هتقول hi iman بعد بقى ما قلت لها how are you هتقول لها i am fine thanks بعد كده ايمان هتسأل سؤال الاجابة عليه من نادا there are five people in my family يعني يوجد خمس اشخاص في عائلتي يبقى هنا السؤال عن عدد الافراد وعدد الاشخاص في عائلتها يعني ايه بقى كم عدد يبقى how many يبقى how many people are there in your family خلي بالكو يا شباب انما يتحول في السؤال يبقى السؤال يا شباب هيكون how many people are there in your family في سؤال يا شباب بعد كده مش عارفينه اجابته بتقول i get up at 6.30 in the morning يبقى what time do you get up what time do you get up طبعا do هي الفيض المساعد لان جيت up فعل مودورة بعد كده ايما هتسأل سؤال بتقول فيه what is your favorite subject ما هي مادتك المفضلة الاجابة هتبقى حط بقى اي مادة عادة خالص مادم ما فيش مادة معينة تحت هنا يبقى my favorite subject is English عارفين لو انتوا حطوتوا انجلش بس تنفع بردو اخر نقطة عندنا يا شباب what do you do انت بتعملي ايه in the evening في المساء ممكن تقول لها i play computer games او i watch tv براحتك خالص ويلا بنا يا شباب على محادثة كمان المحادثة دي يا شباب خاصة بjobs يعني الوظائف ودي موجودة في unit 2 بيقول لي في رأس السؤال mazin and omar are talking about their dream jobs mazin و عمر بيتكلموا مع بعض يعني عن their dream jobs يعني لو ما بيحلموا بيها mazin بيقول hi omar at last we finished our exams اخيرا احنا خلصنا امتحنتنا عمر قال له oh yes i am very happy the holiday is coming انا فرحان قوي دا الاجازة جاية هتكون i would like to be a police officer اليو تحولت له i يبقى i would like to be بنمشي مع كلمات السؤال عادي i would like to be a police officer طبعا police officer اهي قدام عينيك علشان ما تقولش مشارفة كتيرها طيب what does a police officer do ايه اللي بيعمله police officer طبعا بيحافظ على امان الناس الاجابة طبعا he keeps people safe يحفظوها يا شباب he keeps people safe يعني هو بيحافظ على امان الناس السؤال بقى تاني من مازن عمر هيقول because i feel happy when people are safe لان انا بشعر بالسعادة لما يكون الناس في امان لما يكون الناس امنين يبقى يسأله هنا السؤال بلماذا ليه انت عايز تكون a police officer يبقى why do you like to be a police officer why ممكن احط would why would you like to be a police officer طيب بعد ما عمر قال له because i feel happy when people are safe هيسأله سؤال طب وانت what about you يعني هو ماذا عنك يعني انت برضو عايز تكون ايه what about you طب يا طرى هو عايز يكون ايه نكمل كده قرية تحت عمر قال له a computer engineer is a good job too مهندس الكمبيوتر وظيفة كويسة ايضا يبقى اذا الاجابة من ماذا هتبقى ان هو عايز يكون a computer engineer يبقى ممكن اقول a computer engineer على طول وممكن برضو نقول i'd اللي اختصار لايود i'd like to be a computer engineer بكده جماعة تكون المحادثة خلصت ويا الله كمان ناخد محادثة تاني محادثة هنا جماعة الرأس السؤالة عندنا adam is telling anas that their cousin rana had a baby يعني ادم بيخبر انس ان بنت عموهم رانا had a baby يعني وضعت مولودا انس بيقول did you hear the news انت سمعت الاخبار ادم هيرد كده اجابة مش عارفينها وبعدها هيقول what happened ايه اللي حصل يبقى طبعا هو ما عرفش الاخبار يبقى no i didn't ما ينفعش هنا نقول ايه لازم نقول no يبقى no i didn't انس هيقول بقى الخبر وهو بيقول our cousin رانا بنت عمنا او اللي بنت عمتنا رانا had her first baby وضعت اول مولود لها last week يعني الاسبوع اللي فات طبعا ادم طالما ده خبر كويس خبر صار يبقى هيقول congratulations يعني الف مبروك وممكن برضو يقول that's great news أو that's good news يعني دي اخبار هيلة بعد كده انا سيسأل سؤال اجابته من ادم yes i am going to visit here ايوة انا ناوي ازورها يبقى السؤال لازم يبدأ بفعل مساعد انت عندك ايام ايام لازم تتحول لare you خلي بالكم من دي يا شباب يبقى are you going to visit here هل انت ناوي تزورها بعد كده انا سيسأل كمان سؤال ادم هيرود عليه ويقول له we can go tomorrow evening احنا ممكن نروح مساء غدا يعني بكرة في المساء يبقى السؤال هيكون امتى احنا نقدر نروح يبقى when can we go اوة تنشي الشباب ان احنا لازم نحط فعل مساعد بعد كلمة الاستفهام حطينا طبعا في المساعد هنا كان يبقى when can we go امتى احنا نقدر نروح انس بعد كده هيقول اوة اي كانت يا ده انا مقدرش اي هف تو فيزت مي الفرند انا لازم انا هيجب علي ان انا ازور صاحبي العيان يبقى انس هيقول انه من المؤسف انك انت مش هتيجي يبقى اه اه بكرة يا جماعة نكون حلنا مجموعة من المحادثات المهمة وعرفنا طريقة الحل اهم حاجة نعرف الشباب طريقة الحل نفسها لازم نقرأ رأس السؤال نفهم نقرأ كلمة كلمة اه بالراحة كده عندي سؤال بحتاج له اجابة عندي اجابة بحتاج لها سؤال ولازم نخلي بالنا ان في السؤال لازم ابدأ بادات استفهام او فعل مساعد على حسب نوع الاجابة اه الفعل المساعد مهم جدا استخدامه زي ما احنا ايه اه تناولنا في المحاسات اللي احنا لسه شرحينها دلوقتي وحلينها مع بعض دلوقتي اه ياريت يا جماعة تقدروا مجهودنا اللي احنا عملناه في هذا الفيديو بانه كنتوا تحطونا لايك جميل كده من عندكم وياريت برضو انشار الفيديو لإصحابنا علشان تعم الفائدة بإذن الله عايزين الفيديو دوت يا جماعة يوصل لاكبر قدر ممكن من الطلبة علشان يستفيدوا اه منه قبل ما يخشوا الامتحان اه ان شاء الله هحاول ان انا اعملكوا اه بعض التمرينات الخاصة عن الوحدة الأولى والتانية لان الامتحان ادعو لنا بس ان احنا ايه ربنا يسر لنا الامر ونقدر نعمله لكم بإذن الله اه الى ان القاكم فيديو قادم لكم مني تمام التحية والتقدير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته thank you very much and goodbye السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله